السلام عليكم ويمساء الخيرات حصل الإعلامي عمر أديب على الجنسية السعودية فالهذا هو نهاية صراع المخابرات المصرية مع المخابرات السعودية بمنح عمر أديب الجنسية السعودية القصة لها تفاصيل ومعلومات حقيقية عن هذا الصراع وهذا الأزمة خلنا بس الأول نقول أو نبارك أو نهني الإعلامي عمر أديب بحصوله على الجنسية يعني نحن لا نحمل ذرة حقد أو كراهية أو أي شيء لعمر أديب كشخص أو أنه ياخد جنسية السعودية أو أنه الأمير محمد بن سلمان أو الملك سلمان يمنحه الجنسية السعودية لا بالعكس نحن نبارك لي ونهنيه يعني ليس على الإطلاق أنه نحن مشغولين يعني دي مش موضوعنا موضوعنا الحقيقي أنه هل أولا تنطبق على عمر أديب شروط الجنسية السعودية الجنسية السعودية عندها عدة شروط أولا أن يكون قد بلغ سن الرجد قال الأستاذ عمر يا أحفاد وبلغوا سن الرجد ما شاء الله إذا ابنه تجوز يعني وكذا الحاجة الثانية أنه يكون قعد خمس سنوات أقام إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لم يقم طبعا أن يكون غير معتوه أو مجنون قال الأستاذ عمر طبعا لمعتوه أو مجنون أنا لا مصطول ولا بتطوح وأن يكون حسن السيرة والسلوك أنه سيرته وسلوكه يبقوا يعني حاجة حسنة وهو طبعا يعني مين أكتر من عمر أديب حسن السيرة والسلوك وأنه ما تسجنش بحكم قضائي لأكتر من ست شهور في جريمة أخلاقية والراجل مش بتاع جريمة أخلاقية وأنه المهم أو الموضوع المهم اللي بيتكلم عنه منح الجنسية السعودية غير حسن السيرة والسلوك وغير وغير معتوه ومجنون وغير سن الرشد اللي هو من الأسباب أن يثبت ده أهم شرط بسببه أظن يعني أستاذ عمر أديب أخذ الجنسية السعودية بالشرط ده لأنه الشرط ده بيقول حاجة واحدة على الأستاذ عمر أن يثبت أن ارتزاقه تم بطريقة مشروعة ارتزاق هي جملة لغة عربية والسلوكة مكتوبة في الشروط بتاعت منح الجنسية السعودية مش من عندياتي يعني فإنه يثبت أنه ارتزاقه الرجل ارتزاقه أو رزقه يعني هو معناها رزقه يعني مرزق من المملكة العربية السعودية وهو قال في المقطع اللي طلع فيه أعلام أنه حصل على الجنسية السعودية مؤخرا أنه الراجل بقاله 30 سنة بيشتغل في الإعلام وخلينا بعيدا عن التحيوزات عمر أديب إعلام كبير عمر أديب إعلام مهم عمر أديب ظاهرة حقيقية وغير التطبيل بتاعه وسواء ظاهرة حقيقية يعني في عمرين في العالم العربي مفروض تتعمل فيهم رسائل دكتورة سواء في الخير أو الشر كيف ثبت أو كيف بقيا أو كيف ظل في هذه الشهرة وهذه المكانة والحفاظ على الكرسي بتاعهم أكتر من الحكام العرب عمر أديب وعمر أديب عمر أديب الفنان العظيم الجميل المبدع الحقيقي ويمكن أن أصدر نجاح عمر دياب أنه بورطش نفسه كتير في السياسة أو في الأحداث السياسية العامة زي عمر أديب قاعد حتى هذه اللحظة على القمة سيبك من كلام عمر أديب عنه السمانة بتاع الفجلة عمر دياب والرياضة لكن إزاي عمر أديب استمر بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله وإزاي عمر أديب ما شاء الله تبارك الله بالصحة والحضور والسبات والتواجد والنجاح ده هو مطبلات كبير لا غبار على ذلك هو كذاب كبير لا غبار على ذلك هو بيطبل حلو لكن كيف ظل عمر أديب قاعد ما شاء الله 30 سنة لم يزحزحه أحد من مكانته إن جفلان أو راح فلان بيفضل عمر أديب موجود ومسيطر فهنا عمر أديب أنا أصفه يعني لو انحزت انحيازي عشان مواقف يعني ومواقفه لأن أنا أرفض لمواقفه أكيد إنه كبير المطبلين العرب يعني مرض عمر في الجزيرة شبكة الجزيرة الإعلامية عندها مركز اسم مركز الجزيرة للدراسات اسمه إيه للتدريب بيدرب فيه الشباب الصغيرين أو الناس اللي عايز تشتغل مزعيم فأتلاقي محمد كلشان على فصل الآسم على أيمان عزام على أحمد طاها على المزعيم بيدو كورخديجة بن جنة بيدو كورسات للمزعي للناس أو الطلاب أو الناس اللي عايزين يدخلوا إعلام المفترض يتعمل مركز على نفس النسق اللي عملاه شبكة الجزيرة ويسموه مركز عمر أديب للتطبيل إزاي يعلمك التطبيل إزاي تقدر تطبل إزاي تقدر تلاعب كل الأنظمة إزاي تشتغل على سمو الأمير محمد بن سلمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الزعيم محمد حسني مبارك الرئيس مبارك العظيم إن لو مش البلد هتتضمر اللي بعد ما يمشي مبارك ده كان مطلع دين أبونا ده كلام عمر أديب في أون تي في عن مبارك بعد صورة إنه إزاي يقدر يتقولب مع كل المراحل فهو عمر أديب أستاذ في ده طيب نيجي للجزئية التانية كان بالإمكان إنه سمو الأمير محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ تهيئة الطرفي والمسؤولين السعوديين يلعبوا لعبة تقفز بهم إلى السماء إلى المقدمة لكن لأن هناك مشكلة حقيقية في إدارة الصراع هناك مشكلة حقيقية بين كمال أدهم الذي كان يدير صهر الملك فهد اللي كان يعني أحد مديرين ومؤسسين المخابرات السعودية والفترة الموجودة دلوقتي أنا معرفش مين بيدير مين بيشتغل لكن فيه فرق كبير قوي لما كان الملك فيصل يطلع يشوف أن القضية الفلسطينية دي الرمز والعروبة ويمد الرئيس السادات عليهم رحمة الله جميعا يمدوا به البترول ويقف البترول في عرض البحر ويساعد مصر ويادعم مصر أن السعودية تعمل ده وتعتبر القضية الفلسطينية زي ما مصر نعتبرها وأنه يظهر منظر أنه التزايد والتزايد أنه يطلع تركي قال الشيخ معه ماك يعني يروحوا كله ماك دونالز ويشتروا وجباته وبتاع ويطلع أنه مش هنوقف الترفيه مش هنوقف الأغاني كان بالإمكان على مصرح هيئة الترفيه وأنا بقولك من دورك قال الشيخ عمل دور ابن لازينة للسعودية عمل لهم نقلة مصر كانت بلد الفن عمل نقلة وعمل تأثيره مصر عبد الناصر انتصر بالقوى النعمة يعني عبد الناصر الدور القوي اللي لعبه في القوى النعمة انهم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وأساطين الفن والثقافة والفكر طوعهم لآداته آداته الدكتاتورية آداته الاستبدادية عنده مشروع قومي عنده عنده كل ما تشاء في عبد الناصر بسلام أكلمك على الجزئية الفنية انه قدر ازاي يطوع المملكة يطوع القوى النعمة في مصر انها تلعب الدور ده كان بإمكان السعودية تعمل طرفه وتعمل أغاني وتعمل حتى كبريهات مش دي المشكلة المشكلة انه كان وقت ذاك أو وقت حرب غزة والأطفال والنساء بيموت وكان على المسرح يطلع محمد بن سلمان ويطلع تركي قال الشيخ ويطلع الفنانين نحن مع القضية الفلسطينية ونحن نمد القضية الفلسطينية بكذا وكذا وإحنا هننقل أغزية وهنقوم بدور وهنودي سرب طيارات في الجسر جوي أغزية ودواء وكساء على معبر رفح بالتنسيق مع مصر تدخل على غزة وباسم المملكة العربية السعودية كان كل العالم الإسلامي كل العالم وهي يعني قبلة المسلمين في العالم وبلد الحرامين كان كل العالم يعمل ده وكان عمر أديب يطبل في الجزئية دي كان طبل صح لكن دخلها في النكاية إنه حماس دول بتوع الإخوان المسلمين وإن السعودية عندها مشكلة وإن الإخوان جعل رأي يسموه الأمير مع تورك الحمد ولا مين في قناة فإحنا إن دول مشكلتنا معهم إنهما الإخوانج إن الغزة هو الإخوان والإخوانجية يا جماعة القضية الفلسطينية يا جماعة الدم المراق في الأرض يا جماعة الناس بتموت كان بالإمكان إنك تبقى أعلى من كل الدول شوف مصر 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 السيسي تخيل عملوا موقف شوف قطر الدولة محدودة المساحة بقت منتشرة إزاي عالمياً في غزة والدور العالمي اللي تلعبه والبيت الأبيض والتنسيق بين السيسي وبين أمير قطر وبين ده وبين ده هذا دور المملكة العربية السعودية أنت المملكة أرض الحرمين لكن يا شاء ربنا إنك تعمل ده وتختمها بمنح عمر أديب الجنسية السعودية طيب ندخل على الموضوع المهم جداً في منح الجنسية السعودية طبعاً معروف إنه في عدد من الدول الجنسية السعودية أو جنسية لسلطنة عمان أو قطر أو الإمارات لما بتمنح جنسيتها واليمن وجبوت كمان لما بتمنح جنسيتها لشخص تسقط عنه جنسيته في دول يعني أنت بتقدم طلب لوزير الداخلية المصري مثلاً يا عمر أديب ويقول له إيه أنا والله يا فندم خدت الجنسية السعودية ف ما الحل تسقط عنك الجنسية المصرية ده القانون والدستور المصري حسب الدستور أكيد عمر أديب مش أعلم الدستور ولا القانون المصري يعني يعني ده دستور بلد جبوتي مثلاً وعمان عمان أصدي جبوتي وعمان و وقطر والسعودية إذا أنت أخدت جنسية الدول دي بتسقط عنك جنسية الدولتك تلقائياً ده برض دستور محطوط في الدول دي في هذه الدول وفي مصر طيب عمر أديب أخد جنسية السعودية هو بيقول أنا بحتمز بالجنسيتين وأكون جسر بين البلدين يا سيدي يعني الفريسة عن الدين الشازلي هتعمل تسقط عنه الجنسية المصري لكن ده مش يحصل طبعاً لأنه ليس لأنه مصري ضعيفة ولا خايفة ولا يا عمي ده ما بخافش يعني إيه أنت درس اللي أنت بتقول أنت مين الراجل ما بيخافش يعني سيسي ما بفرقش واحد فاهمت يعني إذا كان الأمريكان أو في قصة ما نتكلم عليها بعدين في الصراع المصري الأمريكي يعني فاهمني الراجل ماشي الأمريكان قالوا نعمل كذا 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 قال لك لا مش هعمل لأنه العميل ده فيه أنه يروح فمش دي المشكلة المشكلة أنه الحرج السياسي والدبلوماسي والمشكلة الاقتصادية بدعم السعودية لمصر قناة مصر بتطلع من قلب القاهرة عمري أديب بيقدم من قلب القاهرة الصراع بدأ إمتى هو ما الصراع بين المخابرات السعودية ذاتها ومخابرات المصرية لكن الصراع بدأ من بدري لما بدأ تركي آل الشيخ يعمل هيئة الترفيه وابتدأ يسحب القوى النعمة بتاعة مصر اللي تكلمتوك عليها أم وكلسومة عبد الحليم وأيام عبد الناصر وعبد الحليم أيام السادات والقوى النعمة أيام حسن المبارك شفتوا أدوار رأفة الهجان وجمعة الشوان والشغل يتعامل أيام يعني عادل إمام واحد من أهم القوى النعمة اللي في عصر المبارك يعني في مصر فالقوى النعمة دي تركي آل الشيخ أو الأمير محمد بن سلمان سحبوها من مصر سحبوها بالفلوس إنه يقدر يوفر إنتاج يقدر مصر في أزمة اقتصادية وبتعمل الاختيار وبتعمل معرفش إيه لكن ما عندهاش الضخ المالي اللي هو تنتج به أعمال وتدفع أجور وتدي بيوت يعني فيه ناس زي يسرى وزي حسن فاهمي وزي اسمه إيه الفنان الجميل نسيب سامير غانم الله يرحمه الفنان الجميل حسن رداد حسن رداد مثلا وزوجته أو الدنيا طال الوقت الناس دي قاعدة في السعودية عندهم بيوت وعلى يسرى على حسن بيديهم بيوت هناك قاعدين فيها في السعودية فاهم وأنا مش ضد ده بالعكس السعودية بتعمل دور للفن والسعوديين أو الشعب السعودي كان بيطلع برة أوروبا أو يجي على تركيا أو يروح بريطانيا أو يروح كذا ويصهر ويعمل ويغني ويروح لحفلات وبتاقوة أنه كنا نحضر حفلات محمد عبدو في فورسيزن ولا جراند حيات ولا في الفنادق في مصر ويجي أغلب الحضور السعوديين فجاب لهم البتاع لحد عندهم يعني في جزء كبير من الشعب السعودي عايز ده ابعد عن مكة والمدينة وانت حر عادي يعني يعني مش هنقول غير القوى النعمة حصلت أزمة أكبر في تقارير اترفعت للمخابرات المصرية أنه هناك غضب في الشارع المصري أن الشباب على السوشيال ميديا لديهم غضب حقيقي في أزمة حقيقية أنه التقارير بتقول أنه الناس شايفة أن مصري بتاخد على أفاها أن واحد اللي هو ترك آل الشيخ واخد بنت مصرية وبيضربها وبتحكم فيها وكان متجوزها ويسابها ومعرفش إيه وفي نفس الوقت منعها وهي في قلب بلدها تغني أو تبقى موجودة أو يبقى لها أي دور في الدولة المصرية ودي كان عار يعني عيب أنا لا أتدخل في الحياة الشخصية لأحد تركي آل الشيخ الجوز أمل ماهر كانوا مصاحبين بعض كانوا أصدقاء كان فيه لاف ستوري ما ليش علاقة أنا أكلمك في موضوع دخل في الأمن القومي أنه بنت مصرية مطربة مشهورة أعادها شخص سعودي مسؤول مسؤول كبير مستشار في الديوان ماسك هيئة الترفيه أعادها في البيت هنا بدأ الغضب الشعبي والزخم وبدأ الناس تدفع دي حملة بقى مش عاملها الإخوان زي ما بتقولوا ولا لجان الإخوان عاملها المصريين فابتدى هنا أنه لابد من تحرك كان التحرك أن المخابرات المصرية نظمت ورتبت من خلال الشركة المتحدة للفنانة أمال ماهر وهي واحدة من أرواع وأجمل أصوات رغم التكرار اللي عندها لكنها واحدة من أجمل أصوات في العالم العربي الصوت حقيقي يعني مطربة حقيقية فإنها انكسارها وكسرتها ووضعها بالشكل ده أدى لأزمة حقيقية لدى الشعب المصري ولدى الناس فطلع قرار لا المتحدة أو المخابرات المصرية هبتقول لك يا تركي لا إحنا هننظم حفل أمال ماهر وهتطلع ويتكلمه مع تركي أهل الشيخ وتواصله معه علشان يتحل الموضوع لكن تركي رفض ورفض تماما أن أمال ماهر تبقى موجودة أو تبقى لها أي حفلة في مصر أو ترجع حفلة بتاعة الأبرة زمان فمع العناد المخابرات المصرية أصرت وعملوا الظهور بتاع أمال ماهر وبقت أمال ماهر تعملها الحفل بتاع العالمين وبقتلت بتايد مصر وبتايد السيسي ومعرفش إيه والكلام ده وتواجدت فقرى تركي قال الشيخ يبيع جميع عاملاكوا في مصر وباع النادي وباع البيوت وباع البتاع وابتدى هنا طيب أنتوا عملتوا فيها كده أنا هوريكم وابتدى يسحب القوى النعمة وده طبعا لعب سحب القوى النعمة أو أغلب الفنانين راحوا يقدموا وانتهى الموقف بظهور يعني مش عايز أدخل في القصة دي نخليني في قصة عمري قديم الظهور المخجل بتاع بيومي فؤاد اللي حصل على محمد سلام وموقف محمد سلام اللي الناس احترمته وقدرته والهجوم على بيومي فؤاد نكاية في المصريين أو في شعب المصري هنا بتكلمش عن مخابرات المصرية أو مخابرات السعودية الشعب المصري نكاية فيهم تركي قال الشيخ طلع راح متصور مع بيومي فؤاد طيب يا شيخ تركي يعني يا شيخ تركي أنت تزايد على غزة يا شيخ تركي هذا موقف ضد القضية الفلسطينية مش ضد المخابرات المصرية ولا محمد سلام يا شيخ تركي هذا موقف اعتادت السعودية طوال سنين مجدها الفائت إنها تتكئ على القضية الفلسطينية زي مصر فقط وتقف هي وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسن مبارك مع القضية الفلسطينية فأنتوا كده يا جماعة بتكنسوا تاريخ يعني أنتوا بتكنسوا تاريخ وبتحولوا الوعي للشباب الصغير أن سيبك من القضية الفلسطينية سيبك من الكلام ده إحنا معنا خلاص دلوقتي انتهى الموضوع ودل خونا ودل بقى بيوتهم ودل الأرض الناس بتموت الناس بتموت قدامك والدم في الأرض أنت مش محتاج يعني أنا لو الغزاوي ده ملحد مش فلسطيني أنا هقف مع المظلوم مع الإنسان مع الإنسانية بصرف النظر هو ينتمي المين ولا حماس ولا الإخوان ولا 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 وهذا ما كان يجب أن تكون عليه المملكة السعودية لكن هو الموقف اللي حصل طيب دلوقتي بعد ما خد عمر أديب الجنسية السعودية هالمخابرات المصرية تصاعد من صراعها وتسقط عنه الجنسية المصرية عمر بيطب اللي سيسي وبيخدم عليه بس عمر بيؤدي رسائل السعودية رسائل الأجهزة السعودية الراجل واضح في البرنانج بتاعه وفيه قضايا كتير كانت الغلبة بين السعودية ومصر ينحزل السعودية فيها من قلب مصر طيب هنعمل ايه مع واحد قاعد على كرسي رئاسة الجمهورية في مصر ما بيخافش من حد مش فارق ما يحد قاعد محمد سلطان مع الجنسية الأمريكية اربع سنين رئيس وزراء بريطانيا رحل في مؤتمر شرم الشيخ اللي هو مؤتمر علاء سلطان يعني قال له بتاع المناخ قال له افرج عن علاء عبد الفتاح وعن علاء عبد الفتاح عنده جنسية بريطانية رئيس الوزراء البريطاني مش في زعلانه السيسي رفض اي حجازي مطلعتش غير بعد ما ترامب تواصل مع مصر فاهم يعني فين يعني ترامب ضغطه كان طبعا فيه خدمات عظيمة لو ترامب استمر يعني كان ربنا صدر على المنطقة دي فمنين هو بالقوة ده وبالجبروت ده ونبيخافش من الامريكان هو زي ما شايفين في موضوع السجون والحاجات دي ويسيب عمر اديب هيسيب عمر اديب يا جماعة لانه في الاخر الامير محمد بن سلمان او الملك سلمان ودعمهم للسيسي من 2013 من الملك عبد الله حتى هذه اللحظة في دعم كبير مش في تبقى معلاج على شام في غضب او في مشكلة او في صراع بين حتى طلع كولومبوس او السعود الجحطاني طلع هاشتاجات او هاشتاج اسمه الليجان المتحدة وده نبقى نأمل له حلقة تانية بتكلم عن الصراع بين انه الليجان المتحدة اللي هم المخابرات المصرية يعني وانه دي لجانهم والمصريين مطلعين هاشتاجات برضو على تركي اهل الشيخ وعلى المجموعة دي بتاعة هيئة الطرفية فهنا الصراع في الاخر ده صراع على سوشيال ميديا شوية عيالي يعني الليجان وينتهي سواء مصر او السعودية لكن انا قلت لكم الصراع الاكبر انت بتنتقل واحد مصري صوت من اصوات السعودية المعبرة عنها اخر الجنسية السعودية ويجب اسقاط عنه الجنسية المصرية بحسب القانون والدستور انا كسامي لا عايزة تسقط عنه لا سعودية ولا مصرية ولا اسرائيلية ولا امريكية ولا ولا شغل الموضوع بحسن اكلمك انه الاعراف السياسية والدبلوماسية والدستورية قبلهم ما الوضع الدستوري الحالي لهذا الموضوع المرض انها تسقط تلقائيا يعني حتى السعودية لو انت خد جنسيتها جنسية الدولتك بتسقط عنك تلقائيا الموضوع لا داخل في المخابرات ولا جان المتحدة طولت عليكم بس كنت حبيت اقول لكم تفاصيل او كواليس موضوع حصول عمر اديب على الجنسية السعودية كل الشكر لكم ونتقابل في حلقة تانية السلام عليكم